اعترافات خطيرة كشفها احد قادة الحرس الثوري الايراني ويدعى ناصر شعباني تضمنت تأكيده ان الحرس الثوري الايراني طلب من الحوثيين استهداف ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب ثم يستضرد شعباني انهم اي ميليشيا الحوثيين فعلوا ذلك الهجوم الذي يشير اليه شعباني تم في الخامس والعشرين من يوليو الماضي اي قبل نحو اسبوعين حيث حاولت ميليشيات الحوثيين بالفعل تدمير ناقلة نفط سعودية لكن بحرية التحالف العربي احبطت هذا الهجوم ونجحت باحتواء الاضرار التي اصيبت بها الناقلة والتي صنفت بالطفيفة عملية كانت ستؤدي لحدوث كارثة انسانية غير مسبوقة في البحر الاحمر في حال نجاح الحوثيين ومن خلفهم الحرس الثوري اعترافات شعباني الخطيرة نقلتها وكالة فارس الايرانية ثم وبعد ساعات فقط قامت بحذفها وهي تصريحات تتضمن تفاخوره بان ميليشيا حزب الله اللبنانية وميليشيا الحوثيين في اليمن تمثلان العمق الايراني في المنطقة وذراعي الولي الفقيه في العالم العربي محمد دومش العربية اعترافات خطيرة كشفها احد قادة الحرس الثوري الايراني ويدعى ناصر شعباني تضمنت تأكيده ان الحرس الثوري الايراني طلب من الحوثيين استهداف ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب ثم يستضرد شعباني انهم اي ميليشيا الحوثيين فعلوا ذلك الهجوم الذي يشير اليه شعباني تم في الخامس والعشرين من يوليو الماضي اي قبل نحو اسبوعين حيث حاولت ميليشيات الحوثيين بالفعل تدمير ناقلة نفط سعودية لكن بحرية التحالف العربي احبطت هذا الهجوم ونجحت باحتواء الاضرار التي اصيبت بها الناقلة والتي صنفت بالطفيفة عملية كانت ستؤدي لحدوث كارثة انسانية غير مسبوقة في البحر الاحمر في حال نجاح الحوثيين ومن خلفهم الحرس الثوري اعترافات شعباني الخطيرة نقلتها وكالة فارس الايرانية ثم وبعد ساعات فقط قامت بحذفها وهي تصريحات تتضمن تفاخوره بان ميليشيا حزب الله اللبنانية وميليشيا الحوثيين في اليمن تمثلان العمق الايرانية في المنطقة وذراعي الولي الفقيه في العالم العربي محمد دغمش العربية